الجملة ايه هي؟ انا ليه طلبات واحد اتنين تعالات عشرة بس انا حرصا على الدولة وحرصا على مصنعي مصنعك ده مصنعك دي الالات بتاعتكو مش بتاعت حد مصنعكو شوفوا الكلمة مصنعكو او مصنعكو الاتكم ومعداتكو مش معدات حد وانا لندي المصنع بتاعتي والالات بتاعتي والادوات بتاعتي ده احنا هنكمل شغلنا واردياتنا زي الفل ده احنا الانتاج بتاعنا لا يمكن يتأخر ابدا لا يمكن نخلي عجلة الانتاج تتوقف ابدا ازاي عطل عجلة الانتاج ازاي وانا بلد بقول عايزين بقى نصدر اكتر ونقلل الاستيراد ويبقى عندنا والمحلة بقى تشتغل وصنعه في مصر وصنعه في المحلة والاسم العالمي الكبير ده نروج للمحلة ونشتغل وكنا بنقول ده وانا واحد من الناس اللي كنت دايما اقول كده المحلة يلا وقفين معاكو نقف معاكو وصنعه في المصر واشتري المصري مش كنا بنقول كده انا من البرنامج ده مش عملت حلقات عنده كنت بعملها يا عشان عندي مصنع في بيتي ولا عشان اللي زي يا حضراتكو عشان لما يبقى نقف معاكو لما يحصل اي امر اخر غلط غلط لازم اطلع اتكلم كده لان انا دفعت عن المحلة وعن عمال المحلة واساند انتاج المحلة واساند اي مصنع مصري ينتج وايدي العاملة المصرية بس دايما نساندها عشان كده بتكلم كده عشان انا بجد النهاردة زعلت ومتدايق الموضوع بقى له كم يوم متدايقني بس قلت جايز بقى بكرة اخبار يا جماعة وليه ناس على فكرة في المحلة ايه الاخبار طب هيخلصوا بكرة الحكاية طب بكرة هيرجعوا فايه من يوم الحد قلت لا هستنى الاخر الاسبوع لو الناس دي الناس محترمة انا لا اشكك ابدا في وطنية اي حد ولا في اي حد اطلاقا خالص لا اشكك في حد خالص الناس دي هترجع استنى اليوم الاربعة لو اخر الاسبوع رجعوا يبقى هاي زي الفل وخلاص ومئة مئة ازا ما رجعوش يبقى لازم اتكلم في هذا الموضوع عشان جدنا فتحت موضوع النهاردة يعني فتحت الجزء الاولان الجزء التاني عندنا كمان موضوع مهم لا يكون مع ضيوفنا في هذا الموضوع هبقلكم بعد شوية طيب هل مصلحة اي عامل او موظف او مسئول ان انا اوقف الانتاج هل مصلحة حضراتكم المصنع بتاعكم والشغل بتاعكم والانتاج بتاعكم تتعطلوا عن العمل لمدة عشرة ايام كاملة هل حضرتك مبسوط هل حضراتكم سعداء ان انتو ما بتشتغلوش سعداء قدامك وقدام اسرتك وقدام ناسك وقدام اهلك وقدام بلدك قدام الرأي العامل انا بخضوه دلوقتي حضرتك سعيد ان انت قاعد مانع حد يشتغل المكن مبطل اللي كانت المحلة الاربعة وعشرين ساعة شغلت تلات ورديات اللي مكن المحلة مبطلش وقت الحروب مبطلش وقت الازمات مبطلش وقت الانتصار مبطلش وقت ما ايه ما عملوا فوضى في البلد مبطلش هل وقت البلد ما بتقف على رجليها مكن المحلة وعمال المحلة واهل المحلة يتوقفوا عن المسندة لبلدهم هل عمال المحلة ومصنع المحلة اللي وقفت في الازمات وقت ما البلد بتنادي الجميع يسندها ويقف معاها اتخلى عن بلدي هل عمال المحلة يقبلوا انهم يتخلوا عن بلدهم هل يتخلى مكن المحلة ومصانع المحلة وآلات المحلة انها تتوقف عن الدوران هل هم راضين عن ده هل حد راض عن ده هل الالاف دول راضين عن ده يا جماعة دايما بنقولها معقول اللي انا ما اشتغلش الايد اللي مش عارف ايه ايه هل معقول كده اشتغلش